احنا النهاردة هنتكلم على مقدمة عن الرينا الباثالوجي الحقيقة محاضرة النهاردة مهمة جدا ليه سواء ليه الطلبة الاندر جراديويت او الدكاترة اللي مسجلة ماستر نيفرالوجي او النيفرالوجيست اللي لسه بيبتدوا فالس جونيور سطاف اللي لسه عاوزين يعرفوا او يفهموا الرينا الباثالوجي ولكن مين ليه اكتر دي موجهة ليه الطلبة او لدكاترة البطنة اللي مسجلين مادة النيفرالوجي ازاي نفهم الرينا الباثالوجي ده مهم جدا عشان تقدر تفهم الامراض اللي احنا هتخدها معنا في النيفرالوجي وخصوصا الرينا البايوبسي ازاي تقدر تعمل لها او الاستفادة احنا بنستفيد منها ايه بالزبط اول حاجة هنتكلم عليها الهيستالوجي ده لازم هنتكلم في اول توسلايدز الرينا الهيستالوجي يعني عبارة عن ايه احنا مين ليه هنا الكيدني بتبقى عبارة عن ايه بقى عبارة عن نيفرون النيفرون دي بتبتدي بالجلوميريولس وبعديها التوبولز المقسمة بروكزيما الكونفيلوتيبيول ودووفهنلي وديستالكونفيلوتيبيول والكوليكتينج داكتز وفيه انترستيشيام وفيه بلاد بسلز موجودة الفوكس بتاعنا احنا هنتكلم دلوقتي على الجلوميريولاي وهي الاكتف بورت بتاعة النيفرون طيب هو ايه اللي بيحصل احنا الدم بيدخل عن طريق الأفرنت أرتيليول عشان يحصل فلتر혼 جوه الجلوميريولس وبعد كده بيدخل عن طريق الأفرنت أرتيليول الى مجموعة من الكابيلرز اللي احنا شافرنا الدوائر الخضرة دي دي الكابيلرز اللي الدم هيدخل فيها من الأفرنت أرتيليول طيب الكابيلرز لو ناخد بقى اللain من اللاين بتاعها بإيه دي الخلية دي دي الاندوثيليا لسل يبقى اول لان من جوه دي الاندثيليا سلم يأتي محاوطها على طول اللي هو الأخضر ده ده اللي هو مين ده الجلوماريولر بايزمنت ممبرين طيب قاعد عليها ايه من بره هنلاقي فيه بروجيكشنز كده لونها بينك وبعد كده فيه خلايا كبيرة اهي دي البودوسايت البودوسايت دي بتمثل ايه احنا عندنا فيه كاب كده كبيرة اهي الكاب دي ليها فسرة اللير اللي هي الخارجية وليها فسرة اللير اللي هي ميمة على الجلوماريولر بايزمنت ممبرين الفسرة اللير دي مكونة من ابثيليال سال اسمها البودوسايتس البودوسايت دي خلايا كبيرة كده الباضي بتاعها كبير وليها ربود زي الاختبوت كده بروجيكشنز بنسميها فود بروساسس بتبقى نيمة او قاعدة على الجلوماريولر بايزمنت ممبرين ده هنتكلم عليه تاني طيب الكاب يبقى عندنا كابيلرس ليند من الداخل بابثيليال سال بيحوطها الجلوماريولر بايزمنت ممبرين ومن بره بودوسايتس ولها فود بروساسس وبعد كده السبيس ده اللي بيبقى باومانز سبيس ومن بره دي البرايط اللير بتاع بتاع الباومانز كابسول الكابيلرس دي قاعدة مسكة ببعضها قاعدة في أسمنت كده بنسميه نيزانجيام اللي ما بين الكابيلرس ده بسبتها ببعض يسماها نيزانجيام والميزانجيام ده زي بأسمنت كده بتطلعه خلايا اسماها نيزانجيام سيل ده for simplification وبعد كده بعد ما بيحصل filtration والدم بيطلع بينزل في الرئيس الجلمير يحصل جلمير filtration rate وينزل في الرئيس بيبتدي يرجع الدم بعد ما يحصله filtration في الأفرنت أرتريول وبعد كده بيعود مرة أخرى إلى الجسم فالستركشور ده مهم طب خلينا نوضحه آدي تاني آدي الدم داخل آدي الميزانجيوم اللي احنا قلنا عليه اللي هي الكابيريوس بعد ما تدخل من الأفرنت أرتريول قلنا ميزانجيوم وبتعب بيحصله secretion من الميزانجيوم بيدخل دي الكابيرير زي ما قلنا خلاص دي صورة ماجنفاية كبيرة آدي لين دي بقيه بإندوثيليال سل آدي لإندوثيليال سل آه زي ما هو مواضح بتلاين من الداخل الكابيرير زي ما احنا معارفين يأتي بعدين حوضها من بره مين الأخضر ده اللي قلنا الجلوميريولر بيزمنت ميمبري آه ده اللي قلنا الأخضر يأتي عليه من بره مين البودوسايت اللي احنا قلنا عليها دي الإبيثيليالسل دي الفيسرى اللي يربطها الباومانز كابسول وخلايا كبيرة وليها processes أو projections رجول كده اسمها food processes دي اللي بتبقى عده من بره ومن بره هنا ده ال space ده الباومانز space ومن بره خلاص بيبقى البريت اللي يبدأ الباومانز كابسول مهم جدا ال structure طيب فيه عندنا حتتين إيه اللي تقى ال space اللي موجود هنا في الجزء ده ما بين ال endothelial cell و glomerular basement membrane الحتة دي هي تحت ال endothelium فبتسمى إيه sub endothelial space يبقى أنا لو عندي immune complex أو integer antibody complex وفي ال electro microscope ismue dense dipost يعني عندي immune complex قاعد في الحتة دي قاعد في الحتة دي يبقى ده فين قاعد في any space ده اللي تحت ال endothelium ما بين ال endothelium و glomerular basement membrane فيسمى في sub endothelial space ده قاعد تحت ال endothelium طيب لو هو قوى الممبرين يبقى اسمه intra membranous طيب لو هو ما بين الممبرين و ما بين ال epithelial cell اللي بره اللي هي البودوسايد دي يسمى ال space ده اسمه إيه بقى sub epithelial space يبقى عندنا sub endothelial space ده يبقى ال endothelial يبقى المربacement membrane أو قوى الممبرين فيسمى لو في immune complex جوه الممبرين فيسمى intra membranous أو لو في immune complex ما بين epithelial cell وال gomerular basement membrane اللي بره ده يبقى ده اسمه sub epithelial space ده مهم جدا 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 البداية دي عشان نفهم بعد كده ايه اللي هيحصل سواء من اللي ما بناخد renal biopsy بنوديها بعد كده لل pathology بيعمل لها light microscopy وبيعمل لها بعد كده immune fluorescence بيشوف مين اللي معمول له deposition سواء immune globulin أو complement أو أي structure تاني موجود جوه الكيدني لأن ده بيفرد لأن فيها امراض بيبقى فيها immune globulin بس وفي امراض بيبقى فيها complement بس وفي امراض ما بيبقى فيها immune globulin lulacomb كل ده بيساعدني في التشخيص أو ممكن يعمل electron microscopy electron microscopy بينفعني في بعض الحالات مثلا زي لما بيكون في مشكلة في food processes دي لما بيكون لها detachment ومتبهدلة كده ما بتظهرش إلا في electron microscopy زي في حالات minimal change لما electron microscopy برضه بينفعني ان انا إيس thickness بتاع الممبرين ده ما بعرفش ان انا إيس إلا في electron microscopy ففي بعض الحاجات لها استخدامها في electron microscopy في most of the cases renal biopsy is usually required to give the final diagnosis of that presentation but what are the exceptions that I might have agnomerion nephritis and I will not do renal biopsy very common practice that minimal change in children minimally patient presented child presented by nephrotic syndrome it is most probably due to minimally change and we will start by steroids without renal biopsy also like in a patient if there is straightforward that is post infectious or post streptococcal grumen nephritis as patient gives the history of source root in the past two to three weeks and there is consumption of C3 and mild protein or and there is some renal impairment or normal kidney function I might be I can manage and follow up the patient without doing the renal biopsy the same the same good buster syndrome if the investigations revealed that it is a good buster disease and positive anti gbm before doing the renal biopsy patient have the full clinical criteria of lung hemorrhage and progressive renal failure I can do I can I can 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 do biopsy if the amour wadha and the agressive therapy and then we can do biopsy 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 is very important to assess the condition of what is the degree of crescent mostly there will be crescent the degree of crescent the degree of glomerular sclerosis to assess the prognosis for renal biopsy very important في معظم الحالات في الغالب هنعمل renal biopsy مع بعض الحالات زي مثلا الطفل صغير احنا عارفين ان والله جاي بن phrotik sindrome في الغالب هتلع minimal change هنبتدي مع الاستيرويد على طول او طفل برضو او حد تاني جاي بال full plump picture with infection وال infection و consume c3 وال anti streptolysin or tetra عالي وال history بتاع source خلاص فالامور واضحة stable خلنبنا لو الامور stable وال kidney function وال يوريا والكريات مقبولين كويسين ومفيش مثلا مش جايلي مثلا بنفروت cring protein لا protein وليلة مع شوية هيماتورية خلاص انت جاي full bling وانت مطمن في الغالب ممكن المريض يفوك إنما لو لقيت مع مثلا لا الكريات بيزيد لقيت لا نفروت cring protein لا ساعتها الموضوع بيبقى مقلق ولازم تعملينا البيوبسي الحالة الثالثة لو مثلا زي مريض good bachers disease وانت هو جاي bach bach وانت المريض انت طلعت خلاص الانفستيجيشن وانت يكون مهم severe hypertension وانت مستش قادر تعمل البيوبسي فممكن تستنى عليها شوية يعني بيفضل نحن هنعملها بعد كده لو المريض ان شاء الله عدى الماناجمنت عشان تؤسس البروجنوس بشي اللي لو كان في المعارينا الماناجمنت عشان تؤسس الكون والبروجنوس في الكلين عن طريق جلوميروس كيلوروس كريس انت قد ايه بقت فايبروس ولا لأ ده بيحدد معنا في الرينا طيب نفس الكلام برضو للفاسكولايتس لو مع فاسكوليتك ريش واريثرالجيا وبدأ طلعت بانكا بوستيف او بانكا بوستيف والبيكتشر بتاعت الفاجنر او موجودين خلاص يبقى احنا بنتكلم في البيكتشر دي برضو في بعض ممكن بعض البيشنت اللي نستنى شوية في البيوبيسي ما نعملهاش الحالات لما بتكون برضو واضحة مريض وده يعني ده اقلهم ده السيناريو الاقل مريض ان هو long term احنا عارفين انه هو long standing diabetes مثلا ما عدي فوق ال 15 أو 20 سنة والهيستري بس نخلي بنا من الشروط خلي بنا من الشروط دي ان احنا مش هنعمل البيوبيسي امت لو ماشي في الباثوي بتاعه بتاع ال 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 بتاع انه كان مع الله معه مايكرو البومينوريا بعد كده بقت مايكرو البومينوريا بعد كده البروتينوريا بدأت تزيد بالتدريج ماشي فيها ما حصلش sudden increase في البروتينوريا والمريض مثلا ما معهوش ديسمورفك أربسيس في اليور مع انه ممكن يحصل او وانه المريض معارض وانه والله المريض ما معهوش مثلا مافيش او رابد increase في الكريات المريض ده وجايد دي دي البروتينوريا والله اربعة جرام لقيت كل الحاجات اللي احنا قلنا دي ماشي في الطبيعي خلاص ممكن ماعملوش بايوبسي في الغالب ده دي انما لو لقيت ان المريض ده والله في حصل sudden increase في سيروم كريات لقيت sudden increase او deterioration في البروتينوريا لقيت يالله في سيري لقيت دي سيروم في اربسيز ب برسنتج عاليا لقيت انه لو ما معهوش ريت ينابثي تمام كل ده يخليك انه ممكن ده ما يكونش السيكولي بتاع الديابيتس ده ممكن يكون انازر دياغنوز ساعتها نعمل البيوبسي الاسسسمنت افرينال بيوبسي is usually done by light ميكروسكوبي immune histochemistry والimmune fluorescence وال الالكتروم ميكروسكوبي ده الاسسسمنت الكمبيت الاسسسمنت البيزيك يجولي ده لازم اللايت ميكروسكوبي والستينز اشهر واحد طبعا الـ H&D الـ H&D في البياس البيريديك عسد شيف وسيلفر ستين دولة الـ common stains the most important الـ H&D الاستابة التانية الـ immune histochemistry أو immune fluorescence هنتكلم عليهم دي باتي بالـ immune fluorescence ميكروسكوبي والـ immune بروكسيديز staining وده بيlocalize الـ immune complexes الـ immune globulins والcomplement والـ site بتاعهم فين في الـ glomeruli في الميزانجين في الـ basement membrane والباتر زي ما حنشوف دي الوقت احنا حنشوف الصور بالتفصيل الباتر ان البتاح ايه بيبقى في حاجات very characteristic for each characteristic for each diagnosis وطبعا الـ last الـ electron microscopy we can reach the diagnosis by light microscopy and the immune histochemistry and there is some diseases and there is some diseases cannot be diagnosed except by electron microscopy especially we are going to examine cell and basement membrane structure very important and we are going to give examines هنتكلم عنهم يبقى الـ assessment يبقى الـ assessment لازم التلاتة light microscopy والـ immune histochemistry والـ electron microscopy right بعض الترمز المهم جدا لازم نعرفها لما قبل ما نخش بقى في الجلوماريولورنيفريتس ونتكلم عنها في است ، فيماد خلاليوا and because we are going to read the renal biopsy report التلاتي you should know how to read a renal biopsy report very important term you should know it by heart it's our daily practice type first term it's focal or diffuse focal or diffuse with segmental or global focal with diffuse they are related to the whole glomeruli the whole glomeruli usually glomeruli in a renal biopsy should include from 10 to 30 number focal lesion when there is the infection is affect the disease is affecting less than 50 percent of the whole glomeruli من كل glomeruli خلي بنا focal diffuse بنتكلم على كل glomeruli diffuse لما الaffection يكون more than 50 percent of the whole glomeruli طب segmental و global دولت at the level of one glomerulus يبقى في glomerulus الوحدة disease او الaffection ده segmental affecting a part of it or global affecting most of the glomerulus يبقى focal diffuse على مستوى كل ال glomeruli الaffection ده اقل من 50 في المئة من ال glomeruli ولا more than 50% من ال glomeruli بقى diffuse نمع على مستوى في كل بقى glomerulus هل الaffection ده part segmental or global proliferative or not كلمة proliferative or not هل ده تسمع بنسمع term proliferative legion يعني increase for number بنبص كده زي ما هنشوف في الاكزامبلز دلوقتي لقينا في زيادة في عدد cells increase in local cell number طيب دلوقتي زي مثلا في الميزانجي وبروليفرتف في زيادة في الميزانجيال cells طيب الترم دلوقتي المفضل زي ما هنشوف term of hypercellularity عن كلمة proliferative hypercellularity من الاسم زيادة العدد ليه لانه مش شرط ان الموضوع ده يكون زيادة في العدد من اللي جوه من الميزانجيال cells زي ما هنتكلم مثلا في حالات اللوبيس بيتقال عليها زي ما كان بيتقال endocabillary proliferation هو الخلايا دي مش شرط انها endocelial cell بس حصلها proliferation اللي موجوده جوه الكابيلر لأ ده ممكن تكون neutrophils زي ده في العدد influx جاي خلايا وبالتالي العدد اللي موجود بقى كبير فبالتالي term الاحسن دلوقتي hypercellularity طيب crescent لازم معرفة الكريست الكريست بتكون موجودة فين؟ بتكون موجودة في الباومانز space دي بتكون زيادة بتكون انتكية البرايتة الإبيثيلية لسل اللي هي بتبقى lining الباومانز كابسول الباومانز كابسول كلها في visceral layer اللي هي البودوسايت وفيه البرايتة layer الزيادة في البرايتة layer دي اللي بتعمل تسيل دي اسمها crescent الكريست دي لها انواع ممكن تكون cellular especially في البداية لما بتكون active بعد كده بالتدريج يبتدي يحصل عليها تكون الفايبرين وبالتالي تبقى fibrous cellular أو مع chronic conditions أو كل ما تبقى أكتر أو for a long period تبقى fibrous crescent طيب في الماتريكس الماتريكس ده expansion matrix ده اللي بيبقى produced by mesangial cells ده بالبالة دي كده انا بحب اسميه الاسمنت اللي بيخلي الميزانجيال cells طبعا احنا عارفين شكل الجلوميرولوس كلها مع بعض بيبقى داخل الأفرنت بيتحاول الأفرنت أرتريول بتحاول الكابيلر السغيرة وبعد كده بيطلع الأفرنت بعد ما يحصل filtration عن طريق من الكابيلرز للجلوميرول بيزمنت بيبرين وينزل في الباومانز سبيس موجود في المنطقة دي اللي مسك المنطقة دي كلها بعض بيبقى فيه ميزانجيال cells بتطلع ميزانجيام ميزانجيام ده او الماتريكس ده الاسمنت اللي مسك الحتة دي كلها بضعط فممكن يكون ميزانجيام ده كتير فبنتسميه ميزانجيال expansion او نازم طبعا بنبص من الحاجات المهمة جدا انكريز الجلوميرول بيزمنت ممبرين هل هو نورمل سيكنس ولا في ثيكننج في الجلوميرول بيزمنت ممبرين ولما بيكون في ثيكننج زي في حالات الايه اسمه ممبرينوس يبقى ده في ثيكننج في جلوميرول بيزمنت ممبرين او في الممبرين وبروليفراتيف يبقى ده في ثيكننج ممبرين ويبقى في ثيكننج في الممبرين في جلومير بيزمنت ممبرين وبروليفراتيف يبقى في زيادة في السلزل اللي موجودة حنتكلم عليهم الكلام ده بتفصيل بس الترمز لازم تكونوا عارفينها وفهمنا النكروزوس النكروز ده fresh cell ده حاجة acute اللي سكيليروزوس موستلي دي سكار دي جلوميرولوس سكار دي جلوميرولوس طيب فرامل في فوكال في فوكال انسيجمنتل جلوميرولوس فوكال يعني less than 50% of the whole glomeruli is affected سيجمنتل that each glomerulus only a part of it is affected جلوميرولوس there is zero sclerosis of the glomeruli another example is diffused proliferative crescenti glomeruli diffused is that more than 50% of the whole glomeruli are affected proliferative there is increased cell number crescenti that there is crescent formation there is in the Bowman space there is cells from the parietal epithelium there is crescent formation this is from Oxford very nice proliferation with increased cell number exudation that term exudate or exudation by infiltration by neutrophils membres thickening in the glomerular basement membrane hyalinosus there is accumulation from plasma proteins very important term there sclerose as we say scar tissue crescent as we say cells in the Bowman space as we say the diffuse with focal and glomerulus sclerose the hump very important the hump ده بيبقى حاجة very characteristic not pathognomonic not pathognomonic but characteristic it might happen with other disease هنالكلم عن يوم بعد كده with acute post-striptococcal nephritis الhumps are sub-epithelial deposits sub-epithelial deposits اللي spikes اللي spikes ده بتبقى عبارة عن projection من البasement membrane between الدبوسits فيه immune complexes طلع ما بينها الممبرين عملنا زي the spikes projections ده في الغالب بيكون characteristic لمين الممبرنس يبقى الhumps مع post-striptococcal the spikes بيبقى في حالات الممبرنس foam cells foam cells دي بتبقى في الغالب lipid-laden cells يعني خلايا مليانة lipids مليانة lipids ممكن في الغالب بتكون tubular cells أو histricides بتحصل في حالات النفروتيك سندروم والألبورت syndrome the stains وخلي بالك من الحتة دي انها بتظهر كويس جدا اللي spikes اللي spikes بتاعت ايه اللي احنا لسه إلينا عليها اللي فاتت بتاعت الممبرنس يبقى silver stain مهمة في حالات الممبرنس الكونجورد الكونجورد ستين طبعا بتتعامل برضو من الحاجات الروتين very important تسمع كونجورد امايليويد كونجورد امايليويد طبعا بتظهر red with apple green by reference using polarized light microscopy الممبرنس بمهمة عشان الفايبرن طولي دين بلوبرن يعني مش كتير نستخدمها في يعني بتفيجولايز الثين sections اه ال اه كلمة density deposit density deposit دي بتتقال في الالكترون microscopy عشان يتقولك والله في density deposit electron density deposit يعني لما يجي الفحص بتاع الالكترون ما يقولك دي بتبقى dark lesions دي بتبقى عبارة عن ايه ده المميون complex او الموجود المميون مع او المميون deposited fame هو بيبقى شكله كده ايه بتلاقي حيطة كده كلكيعة غمقة جد عشان كده بقى اسمه density deposit قلنا بقى في المميون histochemistry والمميون fluorescence المميون histochemistry الفرق ما بينهم ايه ده بيتعامل على light microscopy على routine light microscopy العادي ده قلنا ده اللي بيشوف موجود ولا لا انا ببقى داخل في المميون histochemistry او المميون فلوليس عشان نشوف المميون glublin ده ايه اللي موجود ولا المميون يعني اللي بتشو ده والله deposition او المميون المميون ولا اي جي اي ولا اي جي جي ولا اي جي ام ولا ومعه complement ولا c1 q على حسب ايه deposition اللي المميون complex او المميون glublin او ده عبارة عن ايه فبنشوف بيه يا ايما المميون histochemistry ده وده بيتشاف بيستخدم المميون بروكسيديز اه وبنشوف في light microscopy العادي ولا بيحتاج ان انا اعمل بالاميون fluorescence وده بيحتاج ان انا اشوف الفلوريسنس microscopy وده بيبين للبتر انه هنشوف الصور دلوقتي بيبقى في بعض الاحيان بيبقى more sensitive المميون fluorescence ولكن بيحتاج ان هو تبقى العينة fresh برضه مهم جدا زي ما قلنا على المميون مش شرط ان هو يكون بس زي ما قلنا في المميون لا ممكن يكون رفيع رفيع ده في حالات thin basement membrane او في ساعات بيبقى structure بتاعه غريب بيبقى second كده بس structure غريب زي ده بيبقى very characteristic للألبورت syndrome وده بيكون نتيجة replication للامنا ده احنا قلنا بقى خلاص terms بتاعة light microscopy وشرحنا التفاصيل دي كلها بتاعة light microscopy مهم جدا برضو وانا في renal biopsy زي ما احنا مقلنا ان انا هقيم الشرط بس ايه type of legion او كده هشوف ماذا الكورونيستي الكورونيستي بتاعتي في renal biopsy دي في بعض الحان زي مثلا في حالات اللوبس ممكن الاقي في tubular interstitial زي ما احنا بنقول بنسميها interstitial fibros tubular atrophy الاقي عنيف جدا interstitial fibros tubular atrophy عنيف جدا في متوقع وسيفير glomerulus scleros خلاص يبقى المريض ده بقى chronic ساعتها ده بيخليني مبقاش aggressive immunos aberration مش هيستفيد حاجة مش هيستفيد حاجة بل بالعكس ان انا انا بعرض المريض لل hazard effect side effects من ال immunos نبتدي بقى نتكلم في and دلوقات هنتكلم normal glomerulus شايفين مافيش اي cells ولا increase في number normal thickening في glomerular basement membrane مافيش crescent very important طيب هنا ايه pathology هنا هنلاقي ان مافيش زيادة في cell number فيش crescent بس هنا في area of sclerosis this is segmental sclerosis عادي دا شكل sclerosis طيب النظر هنا واضح بقى معانا ايه تكير هنا هنا شايفين في الخلايا حددها كبير جدا بس فين فين هل جوة الكابيلر اليومن ولا في ما بين الكابيلر اليومن هنلاقيين between الكابيلر اليومن في الاريا اللي هي فيها الميزانجيام دا هنا تشايفين الاريا دي فيها حوالي اربعة او خمسة نفس الكلام هنا اهو اهو يبقى في الاريا في الميزانجيام في خلايا كتير دا الاسم ايه ميزانجيال سيلز ميزانجيال هايبر سيليولاريتي ميزانجيال هايبر سيليولاريتي دي حالة اي جي اي طيب بيكتر هنا هنا بقى فيز inside the كبالي اليوم ولا فين سيلز هنلا ان معظم ها inside الكبالي اليوم هنا فور example دي فيوز هايبر سيليولاريتي أو اندو كبالي اندو كبالي داخل كبالي اندو كبالي هايبر سيليولاري the case of post streptococcal grumannia nephritis اشتركوا في القناة 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 ازاي؟ ده اللي احنا بنسميه food or another epithelial cell وهي ده food process food process effacement مش موجودة خلاص متأكلة دي في حالات minimal change هنا ايه الابنورمل؟ ده الكابلاري اليومن ده الباومنزي space وهي ده food processes انه لك هنا الابنورمل فين؟ في ال basement membrane second basement membrane هنا وابنورمل structure ده اللي بنسميه الباسكت ويف appearance او abnormal structure ده بيبقى characteristic لحالات الالبورت سندروم والreplication اللي بيحصل في اللامينة دنزو هنا ايه المشكلة؟ شايفين الارض؟ بتشاولك على نقطة كده ايه؟ black دي density deposits طيب مكانها فين؟ هنا دي الـ endothelial cell وده basement membrane هنا دي الـ epithelial cell هنا مكانها فين؟ ناحية الـ epithelial ومناحية الـ endothelial deposit sub-endothelial deposit هنا نفس الكلام شايفين الارض؟ فين هنا الـ abnormality اهي؟ ادي dense deposit الحاجات الغام ادي طيب موجودة فين؟ ناحية الـ endothelial أدي الـ capillary وهذه الـ endothelial cell ناحية الـ endothelial cell ولا ناحية الـ endothelial cell ولا ناحية الـ epithelial cell لا ناحية الـ epithelial cell يبقى اسمها sub-epithelial deposits sub-epithelial deposits طيب هنا الارض ايه دي density deposits ما كانها فين؟ فين الحتة دي؟ ده الميزانجيا دي الحتة الـ between the capillary يبقى دي ميزانجيال دي بازلس في حالة الاي جي اي ميزانجيال دي بازلس ده يعني باشكر بكلكم ان شاء الله هنكمل بإذن الله في بارت تو البقية البرزنتيشن هنشرحها بتفسير كل واحد ويالمناجم انت بتاحهم ان شاء الله وشكرا جزيلا لحضراتكم مع السلام